تخوف من الشخصات الاتكالية الشخصات الاتكالية اللي أنا دايما لازم نعمل كل حاجة ده لو قلت له أنت أحسن واحد في وجود وأحسن واحد في الدنيا حياة يروح كده يروح يلعب جيمز من وراك بالزبط أي تبقى الشخصات زي الشخصات الجريئة الشخصات القوية الشخصات المتوضعة لو حطتهم في فخ التوقعات لازم تجيب الدرجة فالونية أو ما ينفعش تنقص عن الدرجة فالونية تأكد اللي هو بلوك وتأكد اللي هو الألأ الخوف ده شيء طبيعي أنا خايف من حاجة موجودة فعلا الألأ هو شيء وهمي ماذا لو جبت درجة وحشة ماذا لو عملت كذا ده بيحصل بسبب إما أنا جيناتك طالع لبابا وماما في نفس الموضوع فده مش ينتهي بس إحنا أوقات بنتعامل معاه بأكتم بالتدريب أو إن أب والأم بيدوا دايما معلومات لا أنا تمام أنا عام حاجة تبقى حسن واحد في الدنيا وأنا متأكدة اللي بابا وماما لا عايزين حاجة معينة ما إحنا بقدوا نازم نحترن طيب ما نعمل إيه بقى هو قد نعمل حفزه يا دكتور نعمل إيه تاني ما هو؟ طيب دايما حضرتك بتقول هم ما قالولوش وما ضغطوش عليه وما ضغطوش عليها وما قالولوش اعملي اللي إحنا عايزينه قالولهم بس إحنا عايزينك تبقي أحسن حد وخلاص أنا في حاجة بسمية السم الجميلة يعني دايما التعبان مش الأرصة اللي هي بتموت هو السم مع بعض الأرصة فهو عارف بابا عايز إيه فدايما بقولو أنا عايزك تعمل كذا بس برحتك طبعا اللي هو الكلام المتناقض أو دايما بدي بديله كلمة في نص الجملة فهو عايز لو عن شخصات المتوضعة أو معنده الثقة بالنفسه قوي أو الخجولة بيعمل إيه؟ عايز بيشتغل على الدفع الخارجي عشان يرضي بابا أو ماما فعشان يرضي بابا أو ماما معدل الضغط النفس الكروتوزول وقادرانين وأنه الأدرانين بيزدين فبعمل إيه؟ عن السيان المستمر عن السيان المؤقت تشتت والانتباه طب لو كان من الشخصات القوية هو أصلا عايز يبقى أحسن حاجة عشان أنا بعلمه أنت لازم تبقى رقم واحد في التمرين وفي المدرسة وفي كل حاجة مفيش اعتدال فإحنا إزاي بقى نتعامل معهم؟ أنا عايز تحفيز أنا دايما بقول أولويات أحطولي أولويات تعمل واحد ادنين تلاتة اربعة وبحطولي حاجات اللطيفة في الأول إذا كنت ليه؟ عشان الدوبامين والسيرتونين والأكسستين بتاع المخ يعلق أفرازهم فيبدأ يبقى سعيد في النص يبديوه حاجة محباجة قولي ده عشان أعمل واجب دراسات ولا أعمل واجب علم نفس داخلين في الامتحان أقعد أعمل خطط رهيبة كده دكتور؟ خالف طيب أقولي حاجة إحنا معظم معظم الطلبة بيغلطوا في حاتتين أول حاجة تشطط الانتباه تاني حاجة التسويف ودامي يقولي التسويف الإيجابي أو السلبي الإيجابي ممكن أطلع حلقة الساعة 7 وممكن أطلع الساعة 8 فأطلع الساعة 8 التسويف بقى السلبي وشأتطلع الحلقة أصلا فأولادنا بيوصلوا الكرة بسابق الروتين مخالين منطقيين هو مش حابب مذاكرة عشان هي ضغط نفسي عشان عندي هستري قديم رهاب المدرسة المدرسة يعني نون بدري وضغط نفسي وبابا يزعق لي وماما هتزعق لي ومدرسين عليها ضغط فهو أصلا محبش المدرسة فهو أصلا مش لسه عالج بقى المشكلة دي أنا عايز أحببه في الحاجة دي فمش أقولك اطلع غصبا عنك أو زاكر غصبا عنك أنا ممكن أحببه في المذاكرة طب والكلام اللي حريك بتقوله جميل جدا بس وقع الأمر يعني خليني نقول الكلام اللي أنا بقوله ده واللطيف والحفز وممكن اسكورشيت والحاجات اللطيفة دي لحد الطفولة المتأخرة قبل بداية المراقة في بداية المراقة لازم أبدأ أغير ولازم حاجة في البيت اسمعه مقاومة السلطة الكلامك صحي جدا بس الكلام اللي تقوله ده لو حصل ليه استمنارية وعملت ليه اللي هو إيه الإزاء النفسي أو البدني من غير ما سيطع على الإبني يزال ما فيش مقاومة السلطة فبعد كده هيلجأ لو مش هيروب هيستمر في الهيروب وقد يتبنى سلوخ خاطئ أنا مضمنوش يعني ممكن يبدأ ياخد ياخد أي حاجة يجرب أي حاجة فأنا لازم في المرحلة دي أمقاومة السلطة وبرضو مقاومة السلطة في بداية المراقة أنا لازم أكبره في حاجة بس بشكل لطيف يعني أحط له اختيارات محددة لازم يعمل فيهم عشان لو عانيتش أسيطر في الجزئية دي طب ما هو هيكمل طبعا من أسلوب ده ام